من جهتها أكد مدير المشروع القومي لتعهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية فتح عماد في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الحوار الوطني شهد مناقشات جادة ومكثفة حول قانون المجالس المحلية وأوضح أنه يجب الإسراء في إصدار قانون المحليات النهاردة في جلسة المحلية كان الحديث حوالين قانون المجالس المحلية اتشرفت بعمل مداخلة حوالين أولا تأخير إصدار القانون لأن سيادة النائبة أحمد السجيني تكلم عن أن نحن مش قادرين لسه نوصل لقالية يتوافق عليها جميع الأطياف والأفكار فطبعا نحن بنقول أن النهاردة أن يفي جمع سياسي ولكل قوة سياسية موجودة إزاي مش قادرين نوصل للحالة التي توفر لجميع المشاركة ثانيا دعيت اتشرفت أن أنا أدعو إدارة الحوار الوطني أن هم يكونوا بيتبنوا تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات ومشاركة سياسية بصفته مشروع بيعمل على دعم الشاب المصري أولا فيه تأهيله للمشاركة السياسية بعيدا عن أي ايدولوجية سياسية معينة وخصوصا أن نحن دلوقتي بنقول أن نحن عايزين نرفع الوعي لدى الشاب عشان يبدأ يشارك فيه الاستحقاقات الدسترية ويقدر أو يكون متفهم أهمية دوره من خلال الانتخابات وغيقه